اللهم صلي وسلم وبارك على إمام المتواضعين اللهم صلي وسلم وبارك على راحم المساكين اللهم صلي وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين يا رب يا من لا يشغله شيء عن شيء أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس السبور وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى فعليت علوا كبيرا فاللهم يا مغيف أغثنا من شرور أنفسنا يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك يا رب تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك وتركنا حوائجنا كلها بين أديك فإنه لا يضيع وعندك حق ولا يخيب لديك رجاء يا رب الأرض والسماء والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله أزاييكم يا رب تكونوا بخير النهاردة روتين جميل جدا كله إفعادة بقى أولا كده هتتشجعي جدا معايا في تنظيف المطبخ دلوقتي وبعد كده هننزل هنشتري لبس العيد وهوريكو كده الأسعار وهقولك أنا جبت منين بالضبط وهنفتر كمان برا يعني النهاردة أجواء الفيديو هتعجبكو قوي قوي أول حاجة بقى صحت من النوم كده كان عندي مواعين في المص في الصفاية اللي على الحود وغسلت الأطباق طلعت منها كل مواعين النذيفة دي وقلت أشغلها في المطبقية يعني وأشغل كل حاجة في أماكنها عشان أفضل المطبخ عندي طبعا أنا ما كون نازلة ما بنزلش بصراحة بدري خالص في رمضان يعني بنزل لما يكون جزء معي وكده بنزل قبل الفطار كاب ساعة بنروح مثلا نشتري ونفتر برا ونكمل شراء بعد الفطار لكن لو لوحدي بنزل بعد الفطار فالتمام كده فالمهم دلوقتي عملت إيه؟ صحيت بقى كده عندي كده شوية مواعين لما بتاع الصحور فقلت الأول أنضف المطبخ الأول واشير كل حاجة في أماكنها وفضل غسلت الأطباق زي ما شفتوني كده ورست كل حاجة واجيب بقى شوية المواعين الصغيرين دول أخسرهم معاكم نتشجع بقى انتوا عارفين رمضان كل مواعين المواعين ما بتخلص من المطبخ بصراحة يعني جهاد فضيع علينا في رمضان الستات بالزاب بيهتعب قوي قوي فعلا في رمضان فعلا فيا ربك يجعلوا أجري وصواب لنا بإذن الله دلوقتي هخسل معاك شوية المواعين الصغيرين دول نتشجع مع بعض وكمان نتكلم تده مع بعض أثناء ما احنا بنخسل المواعين هنضف الأول كده رخامة وغسلت طبعا المطبخية كده نضفتها وحطها بعشان رحطت كده عليها المواعين اللي هصفيها هناك اللي عندي السمون خلصان جبت شوية بقى كده وملته سألتني على الدسبنسر ده كتير ده كنت جابا من آيكيا بتسعتاشر جنيه شفتوا الأيام دي بعشرين جنيه في آيكيا برضو لسه موجود حلو جدا يعني بصراحة هو أزيز بس هو حلو بس هو عيبه ان هو صغير يعني بيخرص مني بسرعة قوي كل شوية باتطر ان انا أمليه بس هو كشكل حلو كده على الحود وفي نفس الوقت استخدامه حلوي يعني ما بتخدش بقى من العلبة كتير خصوان ان انا من الناس اللي مش بحب قوي أمليه طبق وحط فيه مياه بصابون والكلام ده كلها بحب كده تبقى الزبونشة بتاعتي كده نضيفة واول بأول كده باخد شوية وبخسل بها المواعين بتاعتي فهو حلو قوي في الاستخدامات دي هقسل بقى طبعا الأطباء انبارح بقى بصراحة تصحرنا كده وبعدين ما قدرتش خالص انا نخسل المواعين دي قلت خليها بكرة صبح كده 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 كنت متفقنا وجوزي يعني احنا ننزل بكرة نجيب لبس للولاد ونفتر برا فقلت كده كده بمصحب من انهم هكون فاضية مش وراي اي حاجة فقوم اخسرهم كده على طول وبالمرة بقى اشجعكوا واخلصوا مني معيكوا وبصراحة برضو بحب قوي بالليل بعد الفجر بعد ما يعني السحر مثلا من السحر الساعة 2 بحب بقى اقرأ قرآن لحد الفجر بصراحة يعني التوقيت ده بيبقى حلو قوي بالنسبة لي فبحب بقى اقعد مع نفسي بقى كده اقرأ قرآن ووصل الفجر بتاعي وبقى يعني ايه فاصلة كده خالص من اي حاجة فبنقوم عادي تاني يوم نصلي برضو ونكمل كل حاجتنا وبعد كده بنشوف بقى ورنائي في البيت فدلوقت كده خلصت معاكم شوية المواعين بصتوا بسرعة جدا المطبخ بتاعي بصراحة كان مبهدل جدا بعد العزومة مش قدر اقول لكم العامل ازاي فكلنا كنا في المطبخ انا واخواتي فخلصناه وشطبناه وقفنا مع بعض كده كلنا وسعيدنا بعد وخلصنا المطبخ بتاعي ما استورتش طبعا معاكم اي حاجة بقى بعد الفيديو اللي فات طبعا عجبكو قوي والاكل عجبكو جدا طبعا بشكوركو جدا جدا كلكم وبشكر كل واحدة قايت لكلمة حلوة جزاكو الله كل خير يعني اللي بيقول كلمة حلوة زي ما قلت لكم قبل كده بتدل على شخصيته والله بالضبط واللي بيقول كلمة وحشة برضه بتدل على شخصيته الحمد لله انا مش بيجيلي كلام وحش بأمانة يعني مش كلامه خلاص يعني فين وفين كلمة بيجيلي كومنت كده بحس ان هو غريب شوية بس عادي يعني مش مشكلة فالحمد لله كل الناس اللي عندي بتحبني وبحبها وناس كده بحس ان هي كده شبهي بصراحة ناس راكية كده وزقهم زي زوقي ونفس كلامي فبحبكو جدا جدا فالمهم ما كنت عايزة اقول لكي اه وما صورتش ليه بقى الموبايل بتاعي فصل طبعا مش عارفة صور وبرضه موبايل التلفونات التالية برضو فصلت فعارفين بقى اللي كله بتخانيق على الشاحن فكله بقى كان عايز الشاحن شوية وطبعا الاولاد بقى بيبقى معاهم تباتوا الكلام ده فبرضه ايه كانوا بشحنوا فالمهم انا بصراحة بقى سبت التلفونا خالص وقلت عشان ما يدعش مني شلته اه وقعدت معاهم بقى وقضينا اليوم كان حلو قوي قوي اهم حاجة اللامة الحلوة والقعدة الحلوة كان بقى لنا كتير جدا ما تجمعناش في شقوقنا يعني طبعا كورونا بقى انت كنت عارفين المواضيع دي يعني خليها الناس كده خايفة تتجمع عند بعض فكنا بنجمع عند ماما وخلاص هو يوم وخلاص على كده فكان بقى لنا كم سنة بصراحة مش بنعزم ونروحش عند بعض بقى في الايام الليل العادية لكن رمضان كنا يعني ايه قلنا عنيمنع العظمات كده شوية في الايام كورونا ما كانت حصلة والكلام ده كله فكنا يعني الاختراط ما كانش في الشواء اكتر ما كان مثلا كنا متقابل برة في النواي دي في الكلام ده كله فالسنة دي الحمد لله جو يعني احسن بكتير الكورونا طبعا يعني يعتبر يعني كنتي قفت عن الزماني كتير قوي قوي برضو فالحمد لله فقلنا بقى نتجمع بقى نعزم بقى زي ما كنا بنعزم عها طرقالوهم لي بعزمهم وما طرقالوهم هم بيعزموني فاcipherنا الحمد لله بقى كده بقى لنا احنا نعزم ونرجع بقى الايام الزمان الحلو بس فدلوقت كده هعمل معاكو انات نضف الرخان طبعا ا عسلت معاكو لمقوعين àsقدقة بصراحة كن نزيف مكانش يعني في حاجة اني مقلتش مبارح بقى بطاطس ولا الكلام ده لأ أنا كل اللي عملته فول وبيد فما قلتش يعني قلية فالبتغاز ننزيف فهمسحه بس كده زي ما شفته بالماكس اللي هو ملمع اللي استلس بقى حلوة قوي هلمع كده بي وبرضه هلمع الورد اللي هو جمي البتغاز عشان سألتوني كثير قوي زي بتحافظي عليه زي ما انتم شايفين كده كل ما جي ألمع بلمع البوت بتاعت الزرع ولما حس برضه ان الزرع بتاعي مش نزيف بخسره عادي تحت الحود حتى لو بشوية صابون سائل بيبقى حلو قوي فيعني مش بيحصلوا حاجة بصراحة هلمع بستكاره خام هاجي بقى عندي كده اخر حاجة للحود بقى بحب كده اخسره غسلة كده كويسة لاني برضه أنا من ساعة ما عملت المطبخ بعد تنظفت العزومات وكده ما عملتش يعني عاملة عميقة يعني كنت مثلا بنقف نخسر الموعين عايز زي ما انتم بتشوفونا كده الغسل اللي هو العيدي خالص وخلاص على كده لكن بقى استجده بصراحة عايزة تغسل لجدت المطبخ الفرن بقى عايزة تغسل يعني في حاجة كده عايزة تعمل بس أنا ان شاء الله قلت الكلام ده هعمله على العيد بقى بإذن الله معيكم نغسل بقى الجدت المطبخ ونغسل الفرن والميكرويف وكذا حاجة نعملها مع بعض طبعا التنظيف في العيد السنة هيبقى خفيف شوية علينا احنا عاملين يعتبر كل حاجة يعني اللي ينظف قبل رمضان طبعا مش هينظف نفس التنظيف في العيد يعني اللي انت بقى مش عملتيه قبل رمضان هتعمليه طبعا تنظفت العيد لكن بقى في ناس ما بتنظفش أصلا قبل رمضان بتخلي التنظيف ده في العيد فدي بقى هتتعب جدا هتنظف بقى من كل حاجة بقى مضخ وشقة وكل حاجة لكن بقى اللي ينظف كده زينا واستنصح كده ده يبقى الشغل بتاع العيد بتاعه خفيف شوية عليه مش هيتعب طبعا قوي زي ما هينظف كل حاجة مع بعض وطبعا برضو كل واحد هو متعود أو على حسب ما انت بتعود عايدي يعني كل واحد هو حر انا شخصيا بحب بقى هو ينظف قبل رمضان بحس ان تنظيفات العيد بتيبقى خفيفة شوية كده علي كمام انا بحب منزلك بلبس العيد بقى في الرمضان والجو بقى حلو قوي والاجواء اتفادوا الوقت معايا هتعجبكوا جدا جدا المهم كده خلاص غفلت بقى الحوض زي ما انتوا شايفين سألتوني برضو كتير قوي عن نوع الحب بتاعي بص هو كان من سلاب ونوعه انا صورته لكو قبل كده وننزلته على المنتدى هصوره تاني صورة ونزله برضو على المنتدى للناس اللي هي عايزة تشوفوا بالضبط نوعه ايه او مركته ايه صراحة حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده بقاله داخل في 11 سنة معايا هو زي الفل ايه برضو راشة كا راشة ناكسل برضو تنظف كا معايا وتنور معايا بقى الحوض بتاعي هاجي بقى عالجزء التاني اللي هو في الميكرويف والرخامة يعني التانية برضو هلماعة كا سريعا يا ما فردو ما فيش فيها حاجة يعني بس الاول هرجع الحاجة اللي عليها عن الرخامة دي استكاكين بقى الزرعة الحلوة دي وخلاص علاجين فول الميكرويف برضو زي ما انتوا شايفين فيه تراب كده فقلت كده ألماعه معايا بالمرة والحاجة دي بحطها كده عليه عشان يعني اروى الرخامة شوية عندي انا بصراحة عايزة عليك كده انظم المطبخ اكتر من كده لاني حاسة ان الرخامة منينا حالك كتير جدا هلماع برضو المشمع ده حلو قوي او المفرش ده جميل جميل قوي قوي حتى ما بتحط عليه حاجة سخنة ما بيجراش لي حاجة بصراحة حلو جدا يعني خلاص كده المطبخ بمتاعي بقى زي الفول زمانتوا شايفين ما فيش في اي حاجة كنست للارض بالمكنسة وكله تمام هلبس بقى الولاد وننزل مع بعض الكنان دلوقتي انا بحب كده انزل والشقة بتاعتي كل نظيفة قبل اصلا ما ادخل المطبخ كنت غيرت ملايات قدت الاطفال برضو عشان اتبهدلوا جدا جدا من الاولادة ما كانوا هنا ولاد اخواتي بقوا كده فاتبهدلوا حرفيا فشلتهم برضو هما كمان وغسلتهم وكنست يعني الشقة كلها بالمكنسة واخيرا باينا حطيت برضو طقم اللغة بتاعي الحمام بتاعي قلت كده يتغسل وينشف على ما يجي يتفرج بالليل وخلاص ليبسنا بقى ونزينا دلوقتي وهنركب العربية وهنطلع اول حاجة هنروح على المقطب دلوقتي الساعة كانت حوالي خمسة خمسة كده وخمسة بالضبط يا خمسة وخمسة وعشرة في الحدود دي المهم قلنا هنطلع الاول على محل كيف المقطب انا كنت عارفاها جابة منه من حوالي سنتين حلوة قوي افتكرته لان مرام بنتي دلوقتي كبرت فاللي هو استني المحير بقى ما بقيتش هلاقي لبسها بصراحة بالسهولة لخالص انا بشتري لبس الاولادي من السادة زينة في محلات انك حلوة قوي ببيعت شرتات وحاجات حلوة يعني ايه الاولادي فانا كنت رايحة اصلا على اساس ان انا اشتري المرام بس فلاقيت بصراحة برضو عندهم حاجات حلوة جدا الاولادي والبناتي ويعندهم لغاية سنة مثلا 14 سنة فعجبني اول محل عشان كده قلت اصور لكم بالضبط هو كده احنا كده داخلين على شارع تسعة طبعا هو معروف في المقطب يعني تم داني النفورة كلها ايه حاجات كلها معروفة او ميادين كلها معروفة فبقا قلت كده اقول لكم عشان انا فعلا استفدت جدا جدا من المحل ده واسعاره عجبتني اوي اوي هتشوفوا معايا برضو في الاخر وانا بقول لكم اشتريت ايه هتشوفوا الاسعار هتعجبكو جدا جدا فالاسم بزبط بتاع المحل اللي مش فاكراه بس هقول لكم دلوقتي عليه في الاخر هصور لكم الشنطة وهصور لكم كل يعني عنوان وكل حاجة هو هنا في المقطب جنب محل عطول كوتونيل هندخل دلوقتي وهنشوف بقى ايه اللي استطلعتني نازلة دي طبعا سربتات جنس نازلة بقى بناتي من سن برضو بيبيهات لغاية 14 سنة زي ما قلتلكو وهنا البلوزات بسه بقى اللبس حلو وكل حاجة بس في حاجات ما عجبتنيش ازوقها وطبعا دي ازواء كل واحد طبعا حره بقى فزوقه بس البلوزات اولا حستين هي كده يعني كبيرة كده انا هتكبر البنات اولا والفساتين يعني ايه مش عارفة مش حستاها كده حستان هي كده فريحي اوي يعني يا اما بيتي اوي يعني مثلا موران بنتي كان عندها زي الفستان ده كي بيتي وعندها سلوبيتة زيه برضو بيتي فدولت ودي بلوزات برضو فبردو حستان هي وده مثلا بلوزة تانية مش عارفة يعني ايه طبعا كل واحد برضو وزوقه مش عايزة تكلم اي كلمة ايه ما تراجبش حد يعني بس ايه كل واحد وليزوقه انا مثلا ما عجبنيش كل الكلام ده بصراحة خالص دي فستين في فستين برضو حلوة هناك ورقيقة قوي بس من سن مرام بقى يعني سن اللي هو تلس سنين من لحد مثلا كبرهم قوي ست سنين ده بقى اللبس اللي هو بيعجبني قوي في الفستين بتاعت البناتي لكن الاكبر من مرام او اللي في سن مرامة قصد الفستين مش حلوة خالص بتتلبس يعني حتى البلوزات برضو الوانها كده كتير كده مش عارفة يعني طبعا زي ما قلتلكو دي ازواج المهم كده برضو قلت افرقوا ووريكو برضو الاشكال ايه لني نزلة اللبس العادي ستناد شكله ايه ودخلت بقى على ليد بقى اللبس الاولادي هو اللي عجبني قوي هناك وعجبني اكتر الاسعار بتاعته يعني التشيرت بيبتزي مثلا فيه 140 ده اللي هو بقى يعني خمته حلوة وفيه مية برضو جميل جدا وفيه بقى دلوقتي هوريكو دلوقتي التشيرتات تحفة جدا جدا لقيتها التشيرت بتسعين جنيه فانتو عارفين بقى يعني التشيرت كده اولادي قطني بتسعين جنيه تحفة ده مثلا بمية خمسة وعشرين اه تقريبا بمية خمسة وعشرين او مية وثلاثين برضو ده جبته حلوة قوي وده برضو مية خمسة وعشرين تقريبا في نفس السعر نفس نفس السعر لا ده مية وعشرة وده برضو ده بقى بخمسة وثمانين جنيه او بتسعين جنيه ده بتسعين حلوين قوي قوي اللي على الستاند ده عجبوني قوي ليه بقى ده بقى قلت فكرت ممكن اجيب انا بقالي بصراحة كم سنة ما بجيبش ترينجات كاملة بجيبت شرطات وعليها مثلا شرطات او بناصيل فبيبقى حلوة قوي كأنه ترينجي وقشك كمان من الترينجات يعني يروحوا بيها النازي يخرجوا بيها فبتبقى حلوة جدا جدا مش خلوجات خلوجات يعني زي ما قلت لكم مثلا نروح بيها النازي على شرط كده بيبقى شيك جدا وبقى حلو وخفيف في الصيف فانا بحب اول استيلات دي فوقفت بصراحة كده جبت كم واحد لحمزة ومحمد نقيت كده كم تشيرت ليهم وبعد كده بقى لقيت برضو بناصيل حلوة جدا اشتريت برضو بنطلون بصتوا المشتريات كلها ورهلكوا في الآخر هم من انا اشتريت وخلصت الشيرة وجبت المقرام صلوبتة حلوة قوي جنز بس ما لقيتش المقاس بتاعها في الفرع ده فبعد الفطار هنروح الفرع اللي هو في المعاذي يعني ده فرع المؤطم هما ليهم كذا فرع ليهم في المؤطم والمعاذي ومصر الجيه تقريبا والهرم يعني ليهم كذا فرع فانا بص برضو بحب قوي قوي استيلات الشرطات دي في الصيف بحبها جدا بتبقى خفيفة وكنفس الوقت بتبقى سهلة بالنسبة كمان للأم والأولاد هم تتلبس بسرعة كافة بتبقى حلوة المم اللي هو برضو ما كانش عندهم ألوان كتير قوي فانا عجبني قوي اللي هو اللون اللي هو البين كده اللونه حلو جدا يعني يمشي ولدي وبناتي برضو طبعا هنا مرام بقى وقفة جنب التوك والإكسسارات بتاعت البنات بتاعكم عارفين بقى ممشيتش لما اشترس يعني المم كده خلصنا وتلاقينا بقى على السيدة الزينب عشان احنا هنفتر هناك في السيدة الزينب هناك احنا في محل هناك اسمه فاتحي طبعا الناس اللي هناك أكده عارفاه بتاع كيب ده بقى ومخ وجنبري والكلام ده كله فدي برضو تاني سنة يعتبر نروح نفتر عنده في التوقيت ده ونشتري اللبس العيد بقى من هناك فقلت كده صور لكم بقى الشوارع بصراحة الجو كان حر قوي في اليوم ده قوي يعني الجو كان كله تراب زي ما انتم شايفين فيعني ايه التصوير ما كانش قدي كده يعني بصراحة بس بقى انتم عارفين الأماكن دي كده في ناس كتير جدا بتحبها أماكن كلها كده راحة نفسية فده طبعا جامع السلطان حسن والرفاعي فمعروفين يعني وشوفتوا طبعا القلعة طبعا الكلام ده كان قابل المغرب كده بحوالي تلت ساعة فكنا رايحين وبنقول بقى يا رب نلاقي أصلا مكان لينا او كان قابل كمان لا كان قابل الفطار بحوالي عشر دقايق مكانش ربع ساعة لا كان قابل الفطار بعشر دقايق مش تلت ساعة المهم كده رحنا فلانا الاماكن كلها مليانة فلانا في ترابيزة واحدة هي اللي فضية سبحان الله كأنها كتمح جزة لينا فأنا اعتبار قعدنا في العربية الأول جزة نزل الأول يشوف فيه مكان ولا ما فيش فلقى فنزلنا كلنا بقى وطلبنا طبعا الفطار بتاعنا المهم بقى عايزة أقول لكم إيه بقى إن الموضوع ده حلو جدا بيغير المود قوي 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 حتى لو خرجت كده وفترته أي حاجة برا هتغيري مودك وهتخلي وهتحسك كده بسعادة فظيعة والله العظيم في المكان يعني المكان أصلا حلو أو مشارط المكان ده ممكن أي مكان تاني زي ما أقول لكم تفتروه فيه برا يعني تغير بقى بصتوا بقى كل التربطات مليانة زي ما أنتوا شايفينه وكل الأماكن مليانة فده ده المحل أهو اسمه فاتحي فهو حلو قوي حين أصلا عطلوب من نطلب منه بيجينا دليفري يعني بنعود عنده ممكن في رمضان فقط لا غير يعني بنعودش عنده في الأماكن اللي عادي مهم طلبنا كبدة وجنبري ومخ وهنعود بقى نفتر وبعد ما افترنا قلت بقى إيه أنزل السيدة زينب طبعا هو في السيدة زينب فقلت أجيب كوتشيهات ليهم لسه وكت عايزة أجيب اللي هي الشرطات بقى لها البيتي برضو بجيب من يناك بتبقى حلوة قوي الشرطة بخمسة وعشرين جنيه فبيبقى حلوة جدا وكمان قمشته حلوة قوي الله أعلم بقى السنة دي بكيب أنا كنت بجيبه بخمسة وعشرين فالسنة دي مش عارفة بصراحة بكيب المهم كده يعني قلت بقى أنزل فلاقيت تجوز زحمة قوي قوي فما نزلتش من العربية أصلا قلت له لأ خلاص أنا بقى أنزلنا يوم لوحدي مع نفسي كده أشتري الحاجات دي وخلاص يعني مش شرط ان احنا بقى كلنا بالنزلين مع بعض فتلانا على المعادي رحنا المحل ده زمانتوا شايفين هو ده المحل اللي احنا جبنا منه بقية الحاجة هوليك دلوقتي بقى الأسعار وهوليك لنا جبت إيه بالضبط دي بقى مشتريات العيب بس مش كلها يعني الكلام ده كله كان بالليل بقى بعد ما جينا وغيرت هدومي وكل حاجة فقلت بقى وليكن أجبت إيه وتاني يوم هنزل بقى إن شاء الله أجيب بقى الحاجة اللي هي النقصة ده بصتوا عجبني قوي استروبتة دي المرام ما عجبنيش بقى زي ما قلتلكم البلوزات قوي عندها بضيهات كتير قوي بلوزات كتير فاللي موجود كمان ما عجبنيش شكله قوي واستروبتة هي اللي عجبتني جدا قلت تغيير كنت عندها زمان وياه صغيرة فكبرت بقى ما كنتش بلاقي بصراحة يعني الستايل ده موجود بسهولة فلاقيته فعجبني قوي وتغيير كمان بالنسبة لها والبنطلون بتاعها لهو البويفريند يعني هي كلها بقى واسعة كافة بتبقى شيك قوي فلسه برضو ما جبت لهاش بقى زيه وجبتي لمحمد بنطلون المهم مستروبتة بكام بخمسمة جنيه هي غالية شوية بس أنا شايفها حلوة يعني كل اللبسة على فكرة غالية جدا يمكن المحل ده مش عارفة حاسدت ان هو كده اسعاره حلوة قوي البنطلون ده 200 جنيه جبارزين حلوة جدا جدا يعني أنا بحب بصراحة الشرطات ده ما قلتلكو بس بابا عجبوا قوي البنطلون ده قال لي لا ده هاتلي محمد فأنا بحب قوي برضو البنطلون اللي هي بقى استك يعني مش بزرائل بقى وصوصات ما بحبهاش أبدا ولا أولادي بيحبوها أبدا وبحب أكتر البنطلون برضو لو يكون بقى استك من تحت بتقفز كده من تحت المهم كده ده تشيرت جبناه برضو عليه ده 140 بس مش شرط اللي تلبس عليه على جايبة كده تشيرت فاللي هيليقي بقى هلبس تولهم يعني ده كده برضو شكله يعني عجبني ولونه كده هادي مش عنده فقلت أجيبه ده 140 وجبت برضو ترينجي المرام هو مش ترينجي ترينجي يعني هو تحس ان هو خروج وفي نفس الوقت هو أصلا كان في قسم اللبس البيتي بس هو قمشته مش بيتي خالص امشته مش قطني لأ امشته تحس ان هي خروج فهو برضو عجبني جدا هو ممكن ما يبانش ليكو دلوقت شكله ايه بس في اللبس حاجة تانية خالص البلوزة بتاعته بسه قصيرة كده على يعني قصيرة شكلها شك قوي وفيها شكل كده من قدام بسيط يعني مش عارف هي ممكن شكلها فعلا ما يبانش ليكو دلوقتي هي ممكن في اللبس ببان اكتر بس تياكت حلوة قوي قوي على مرام لما قسيتها قلت برضو ده ينفع جدا مثلا في النادي بقى يومين وقفة تلبسه يعني هو شكله حلو برضو وجبت بقى تيشيرتات بقى بصو زي ما قلتلك وجبت كزا تيشيرت جبت واحد بمية وخمسة وعشرين جنيه نوال اصفر وجبت واحد تانية مية اللي هو ده دم الجنيه اللي هو اللون ده اللون ده برضو عجبني قوي مش عندهم خالص دم الجنيه بالضبط ومشته برضو قطن وحلو قوي بس ده ومشته اعلى سنة حسنه هو قتل شوية يعني ده بمية وخمسة وعشرين ده برضو محمد اللي اختاره بنفسه يعني هو كان عايز اللي هو اللون الاصفر ده ودول بقى انا جبتهم اللي انا قطركم عليه الواحد بتسعين جنيه حلو جدا ومشته جاملة قوي عجبتني قوي يعني انتوا اكيد لو انتوا عارفيني المحل ده قوي هتروحوه هياجبكوا اكتر حاجة اللي هي عن الستاند انا عجبني اكتر حاجة القمشة بتاعته مش عارفة لي ده كاب تسعين جبت واحد لمحمد وواحد لحمزة بحب قوي لبسهم كده الوان زي بعض حتى لو مش نفس الشكل بس بحب انه يكونوا نفس اللون يعني لما بجي اشتري مثلا تشيرتات بحب كده اشتري اتنين واثنين فبصوا ده شكله كشيك قوي عجبني اصلا جدا ده القم بتاعه شكله حلو كده ومن ورا برضو فيه كلام كده بالانجليش من فوق فشكله حلو وجبت برضو اي تاني جبت برضو تشيرتات تاني دول كده اول كم تشيرت جبتهم زي ما قلت لكم انا جايبة تشيرتات كتير على اساس ان انا هجيب الشرطة او شرطات يعني يتلبس عليهم كأنهم كده ترينجاب بيتي ده كده التقم بتاع حمزة جبت له شرط انا بحب اوي شرطات زي ما قلت لكم جبت له اللون ده جميل جميل قوي والاستيك بتاعه كده حلو ومريح قوي بالنسبة لاطفال برضو محددتش قانة تشيرتة يلبسوا عليه لان انا جايبة كزا تشيرت في عادي وقت اللبس بقى هنبقى مثلا نشوف تشيرت اللي همشي عليه ويلبسو جبت بقى واحد لحمزة برضو ابيض واحد لمحمد ابيض دول برضو بتمانين جنيه واحد لأ بتسعين زي ما قلت لكم وبتسع وتمانين بس حلوة قوي بصراحة قمشته جميلة وعجبني جدا وده برضو واحد تاني برضو بتسعين لونه كان بيتي قلت برضو شكله حلو ممكن اجيب عليه اي شورتة هيمشي عليه كوحلي بقى مثلا اسود يعني الالوان دي بتمشي جدا وجبت ده برضو لونه كده هادي وانا بحب بقى في الصيف الالوان اللي بتبقى فتحة بحس ان هي بتبقى الوانها كده مشى وصيفي اكتر وكمان لو خربنا او رحنا في اي حتة ما يتحروش بقى الالوان اللي هي الغمقة ده برضو بتسعين نفس الاسعور دي كانت شرطات اللي انا جبتها لهم وده كده يعتبر اللبس اللي انا جبته ما جبتش اكتر من كده فقلت بقى ان شاء الله لما انزل تاني السادة زينة بقى هجيب هجيب لهم بقى مثلا الشرطات من هناك كده انا بجيبها واجيب مثلا بقى الكوتشهات والكلام ده كلهم ما جيبوا برضو هورهولكم انا مش عارفة برضو بالضبط بصراحة هجيب منين فلما جيب بالضبط هصورلكو برضو بقيت المشتريات ولو جبت حاجة لنفسي بقى طبعا هصورلكو برضو الحاجة بتاعتي ده كده اسم المحل خدوه بقى سكرين شوت حلو جدا يعجبكو قوي لو عندي كزا طفل يعني هتروح تجيبي حاجتكو كلها من نفس المحل وفيه برضو عندهم كوتشهات وشربات وطوك بصوا عندهم كل حاجة بس الحاجة دي غالية شوية هناك بصراحة فده كده الفيديو بتاعي النهاردة واقولكو بقى مع السلام شكرا